هذا الفيديو سوف نشرح كيف نقوم بتسطيب برنامج حسابات متعددة على RDP هذا الRDP سوف نحصل عليه من شركة أوراكل كما تشاهدون معي الآن إذا كنت تريد تشغيل هذا الأمور هذه على RDP فيمكنك القيام بذلك هذا الRDP سوف نحصل عليه من شركة أوراكل الرابط أو الشرح كامل سوف تجد في الوصف مجانا لمدة شهر يمكنك الحصول على RDP بمواصفات الخيال العلمي مديونية 300 دولار مجانا ولاحقا سوف تحصل الRDP آخر مدى الحياة مجانا فكيف نقوم بهذه المسألة الشرح الخاص بRDP حوصل الRDP سوف تجده في الوصف القائمة البلايليس عليها مجموعة من الشروحات شرح كفيف 3 دقائق 5 دقائق بعد تقدير والآن في هذا الفيديو سوف نشرح كيف نحصل على كيف نسطيب الRDP كيف نسطيب البرنامج عفوا فسوف تجد بلايليس أيضا قائمة جديدة لكي تشتغل على البوت أو سوف تشاهد الفيديو هذا فأول شي سوف تذهب إلى الوصف وتجد رابط هذا الرابط يحيلك على هذه الصفحة لما تنزل الرابط سوف تنقل على وننقل على وننتظر بدأ ثواني إلى حين يتم تنزل البرنامج هذا RDP سرعة الأنترنت 1G 2 جيجا أعتقد فالأنترنت خيال علمي هنا ثانيتين أعتقد وقام بتحميل البرنامج بما أنه لدينا الأعتقد الويندوز ديفندر فسوف يقوم بسكان الملف وهذا عادي جدا ننتظر بدأ ثواني أنا سوف أشاهد معي سريعة الشي هذا 6 جيجا هاد الRDP هذا دابيه دون لودز وركسي براوزر موجود هنا أعمل لود 10 ونتظر بدأ ثواني Only for this PC Next Next وبعدها أن نقوم بالتنزيل البرنامج سوف يقوم بالتحديد سوف ينزل البرنامج الضرورية أو التعليفات الضرورية لكي اشتغل معنا بكل سلاسة الآن كما تشاهد معي هذه هي الواجهة الخاصة بالبرنامج إذا كنت أول مرة تسمع عن البرنامج فاذهب إلى الوصف فتجد مجموعة من الشروحات إذا شاهدت البرنامج مسبقا أو الشرح مسبقا سميت عنه مسبقا فكل ما عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إذا لا يليس إذاك أي حساب فكل ما عليك أن تعمل create account أنا لدي حساب مسبقا سوف أقوم بتسجيل الدخول أنا لدي مجموعة من الحسابات فما قمت به هو قمت بإنشاء مجموعة هذه سميت RDP 30 Days يعني RDP صالحي مدة 30 يوم حتى أعرف ووضعنا المشروع هنا سوف أعمل refresh وشاهد معي سوف أعمل project وشاهد معي قمت بإنشاء مجموعة خاصة فقط بالRDP حتى أنصيق العمل فشاهد معي هذه المجموعة هذه إذا ذهبت إلى هنا وذهبت إلى هنا سوف تجدون المشاريع موجودة على هذا الRDP وعلى هذا الحاسوب أنا أحب أن نصيق الأمور أحب أن تكون الأمور مضبوطة عندي فما قمت به هو إنشأت مجموعة أخرى ما اسميت RDP هذا يمكنك قياب نفس الشيء إذا أردت فأدخل إلى هنا وشاهد معي لدي فقط الحسابات الخاصة بهذا فما سأقوم به الآن يسيدي الآن وسوف أفشغل هذه الRDP ونرى ما الذي سوف يحدث نلتقي بضعة ثواني حتى نكمل الضغط وبعد موضي تقريبا ربع ساعة قمنا بفتح جميع النوافيد شاهد معي جميع النوافيد لدينا 16 نافيدة واحد جوال لما قم بفتح هذا هذا خاص بالأمور الأخرى ولدينا 15 نافيدة قمنا بفتحها كلها دفعة واحدة على الRDP شاهد معي كلها تشغل بدون أي مشاكل هذا كان كل شيء طريقة تشغيل البرنامج على الRDP لا تحتاج إلى تعريفات لا تحتاج إلى أي خزعب لا تقوم بتزييل دخول تسطر البرنامج وانتهى القصة تترك شغال 24 على 24 يمكن تفتح أكثر من ذلك هذا الRDP مواصبة 60 جيجا فيمكنك القيام بالعديد الأمور سوف نجرب بفتح 30 نافيدة إن شاء الله في الأيام المقبلة تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر